موسيقى درجة حرارة تحت شوية خاصة اللي خارج مع أولاده اليوم خصوصا لما يكونوا لأولاد صغار برشة موضع تحكيوا عليها اليوم صنعت الحدث البارح إيطاليا كما العادة وفي علاقة كل يوم تقريب تأتي بالجديد مع تونس رئيس الديبلوماسيا الإيطالية يصرح البارح وأنه اتفاق مهم مع تونس سيمكن تونسا من أربع آلاف مهاجر قانوني هذه هي السياسة الإيطالية الجديدة قيس عيد التقى بعد مدة مع رئيس الحكومة نجلة بودن أثار ملف مهم في الواقع المشاريع المعاطلة صندوق نقد دولي يبحث عن ضمانات مالية على الحكومة أن تختار هي وقت التنفيذ وقيمة الإصلاحات هذا ما قاله مسؤول مهم في صندوق نقد دولي في واشنطن ثم نتحدث ناجعوا شوية سياسة وصدور حكم في ما يخص قضية نبيل القروي وزوجته في قضية اللوبيينج إلى جانب الخبر الجميل الخبر المهم واللي جانب من السينما التونسية بمشاركة تونسية في المستبقى رسمية لمعرجة كان جاي بداية من ستشمي هذا الكل مع ثناء الرعب معنا اليوم صباح حسين العيدي على اليمين صباح الفل يسي حسين صباح الفل ولياسمين نهاية السبعة طيبة للجميع خاصة كل مستمعين على المحامل المحامل بتاعنا وعلى موجة الكثير صباح الخير دكتور رفيق وصباح الخير متبات الحالة عرفتها الماستروم بتاع المجموعة ورد صغيدي ولوك شبابي اليوم شوف أنا الشاب عرفتها رغم ما تغركم شو المظهر أنا الشاب رغم أنه ما عندي شعر فوق ما ليهوا هكا تتكلم ديما معني برزانة وبساعات كتضغطك شوية ليلة العياري تخرج كتضغطك شوية ليلة العياري بحزم كي يجتمع الثلائي الحياة بزوز اللي هو ما هم شو معنا اليوم رفيق بجدارية صباح الفل صباح الخير مراد صباح الخير حسين صباح الخير للسيدة والسيدات المجتمعين والمستمعات إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله ربي ينوب علينا بالمطرف في هالويكند إن شاء الله هو في الواقع نقوله احنا مسح بالدنيا لكني لحد الآن معناش اخبار على أمطار سواء في العاصمة وإلا في ولايات الشمال تعالوا نشوفوا احنا بيدنا نتمنى وإن شاء الله ربي يجيب اسبابها بالضبط بالضبط إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله مننا لأخر شهر رفضيل وآخر أسبوع لشهر رمضان تعاد فيه ساعة بصراحة حدا خفيف بصراحة سيد رمضان دي مخفيف لا مش دي مخفيف لا وعادي يعني دي مخفيف نحن نقولوا سيد رمضان في القروان عرف تضيف طلوا روح لم يكن ضيفا ثقيلا ومر بسرعة كبيرة قبل ما انتحدثوا على هذه الجمعة الأخرى هذه الجمعة الأخرى والنهار اللي يجيب عاشي تعاود بالضبط وليل سبعة وعشرين على قريب وكذلك تنعرف وقتيش العيد بشيكون بجمعة بسبت رؤية رزلي ليلها الخميس ليلة شك تكون يوم الخميس المقبل يوم عشرين أفريل نبدأ وصعه وكيمة كل يوم معا Gatassurance Gatassurance partenaire de votre sécurité routière Gatassurance اللي دلل كل حورة فاقها مدد مئة يوم حورة فاقها اللي ما عملوش دي ساكسيدان فوتيف مدد خمسة سنين تاديلهم كار توتالي نرجي قيمتها خمسمية دينار بشتعرف وشكون الفيز اقعدو معنا بعد أخبار ثمانية بين ثمانية وثمانية وربع يكون على المباشر معنا الفيز أو الفيزة مع Gatassurance Gatassurance partenaire de votre sécurité routière الخبر الخبر الحقي فرح ويعطي نشوى ويعطي فخر للسينما التونسية في مارجين كان الرسمي من سوتاش لسابع وعشرين ماي جاي فيلم كاوثر بنهنية بشكون فيلم سيبقى الرسمية بعد أن مكنت كاوثر بنهنية تونس منذ سنتين أن تكون حاضرة في مسابقة الأوسكار بفضل الفيلم الرجل الذي باع صدره فأن كاوثر بنهنية تعود باع ظهره كتب ظهره وحتيت صدره الله تقول مغروم مقتدى الصدر ولا منعرفش كون أو نشوف التدوين اللي هبطتها كاوثر بنهنية ثم بعد نرجع بالتفصيل معكم تقول نوزه 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 ترمين لترمين 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 لفيد الفا نوزه 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 للمنتج الإماج هذا تحكي تون بعد نحكي لكم على حكي هذا لأنه حسين هذا film سيصنع الحدث بغض نظر أن نشير في المسابقة رسمية تحكين وإلا لأ مرة أخرى كاوثر بنهنية تصنع الحدث على مستوى العروض والسينما الأخبار بتاع الترافيق لنفو ترافيق معا جيين ونرجع بعد لحظات يا سيحسين وقت عنا أنس مننا تفرحنا وعنا كوثر مننا تشيخنا مش بالحق أخطى الكليشيت بالحق تونس نجم تفتخر بنسائها وبتاتر فرد مدة دير بش يجي ونخرج من كانور لونغاروس تعرف الثنائية عدلولي تعرف عدل رفيق بداية صيف بداية صيف ريحة صيف تبدأ ورولونغاروس انس في رولونغاروس ما هيش بالضبط سيرفاس اللي تنجم توصل فيها لبعيد مش أحسن سيرفاس المستحيل ليس أنسيا وليس جيبيري وكوثر ليس كوثر لكن المستحيل ليس تونسيا مش مستحيل عن نساء تونس شوف تونس على المستوى الأفرادها ما ينتج الأفرادها في مجالات المعرفة في الفن في الرياضة عند عباد فلتت هربت سينما تونسيرة السينما بمدرسة تنجم تقول عندها مقاومات المدرسة الخاصة بها في عملية الخراج في السيناريو في غيره أنا مزلت ليس أنستالي ليس مثبتة كمدرسة سينماية وليس سينماية لا سينما تونسية من خاصيتها الكبيرة كما بداخلت في مطقة السيناية ليس سينماية كبرى معناها قائمة على المخرج أو قائمة على سينما دوتور سينما المؤلف وسينما المؤلف عطت مجال كبير أو هوامش كبير للمخرجين بشيبعت عنا كوثر بن هنا اللي هي من بين أبرز المخرجات الشابات أو كل شابات الزجدد في جيل الثاني والثالث اللي أبرزت في عدة فلام عنا مفيدة ثلاث لعن سينما رحمة عنا عدة تسامية عنا في السينما التونسية عندك نقول نحن دمدم يعني ركو تحكي عن المخرج التونسية وقدرته على صناعة المعاجر السينماية نهربو ببرشة دول بجوار ودول حتى تضع تبرايض في سين وعن امكانيات أكثر من تأثير من هي كان جلبت الانتباه بعدة أشرت أو لا زينم تحب الثلج اللي تابعوه كان شريط وثائقي وهذه الخصوصية بعد مشيت لي على كف عفريت ذلك الفيلم الشهير الذي تحدث عن واقعة معنا اختصاب القضية مريم الشهيرة بعد بعد لفيلم غريب نوعا ما الرجل الذي باع ظهر The Man sold his skin اللي كان فيلم تقول بريسك موش تونسي وينجم يعجي بنجم يعجي لكن فالاخر تخل لأسكار وما أدرك معنا أسكار الفيلم أجنبي الأولاد المرى هذي دخلت في مغامرة أنا تبعت شوي الكواليس الفيلم هذي اسمه أولاد ألفا يتحدث هو اسمه أولاد ألفا بالعربي على قضية حقيقية متاع امرأ تظهر في الفيلم تمشي تلوج على بناتها في ليبيا في أسود وأخي بالفترات متاع الإرهاب في ليبيا كاثر بنانيا نسئلكم شوية مخرجة ولا وثائقية ولا تحب تجمع وتخلق نوع جديد هل هو مستهل أولا الحقيقة مستهل أما نصور معناها سينمائية من الجيل الجديد التي قاعدت وثق لغيش المجتمع التونسي وحتى القضايا التي تجاوز المجتمع التونسي الحقيقة نشوف كونه خبر مفرح برشا كونه أول مرة فيلم تونسي يدخل في المسابقة الرسمية المهرجين كان فما برشا فليم شاء ولكن في أول مرة تنشي تنشي باش تقدم شريط بعد النجاح مؤكد في دي فيلم المتاحة لعملتهم قبل ولكن نشيح كلمر هذه على قضية اللي هي احنا عشناها عشناها في بلدان في حولنا في معرفنا في أولاد معرفنا عشناها في فترة صعبة علينا وفي المنطقة الكل اللي هي فترة داعش والذهاب إلى بؤرة اللي حنا نسميها بؤرة التوتر ولكن قبل ما يمشيوا البؤرة التوتر كانوا الليبيا يترينيهم الليبيا كانوا يسفروهم لونك هذا شريط مش يوثق لفترة معينة مهمة اللي ما زال فيها برشا غموذ رواه ما زال فيها برشا غموذ وان شاء الله أنا نتمنى لها حظ كبير ونتمنى زادة كيف الملف بطريقة جدية أكثر في امتلاقا من سوريا حسين على كف عفري تتذكروه شريط كان أثر جدل كبير ولو تميز معنا تقريبا فما جميع أنه كان شريط متميز تعرف تحط يدها بنت سيدي بوزي تعرف تحط يدها على نقاط الحساس المرة هذه ماشي الموضوع حساس بممثلات غير حرفيات معنا بشتاخو ميكس فما ديسان بالبنات الحق وفما بارتي أخرى بكاستينج متعوم مثلات حرفيات على مستوى التقني كوثر بين هنهية حرفية معنا كابو ناجم تبرد صف نفها في عدة تصنيفات الاشتغال على التوال وثائقية يمكن الشخص من تقنيات سينوائية جيدة في الكدراج في عملية المونتاج في الرؤية بحذ ذاته وهذا رينا في أفلام كوثر تقنيا بالضبط كوثر ممتازة جدا الميزة تقص عليك على كف عفريت للي تبع سينما فما ما يسمى بلان سيكنس يعني يتصور من غير مونتاج ويتصور في الدنيا تصور يبدو لي يدون 13 ندقيق اللي هو بالحق كيفش يقولوها حرفة بتاع صناعي مش شيدور بالمعنى أما برويس ولا شكش برويس تيكنيك لا ممتياز عندها القدرة عندها زادة ميزة أخرى اللي هي ما كانتش عندها سينما التونسية وفكرة لدخلت في سينما التونسية أنه ناخذوا أحداث وقعت ونقدمون لمعالجة سينماية تكون وفية لتفاصيل الأحداث ولو جهرة ولكن كذلك نشبعوها بالقضايا المجتمعية اللي تعناها ونحكيوها شوية لأنه ترجع على كف عفريت كلها التونس كامل حكاية على العملية الاعتدالة تحرضت لها الفتاة سلمة وخطيبها وكيفاش صارت ماري معافق ودعوك والتجاوز اللي صار والضغط وحديث لكن عملية إخراجها سينمايا تقديمها بإشباحها بعد تعواطف ومشاكل خاصة بالمجتمعات تونسية تكثفت في المشاهدة بتاعها أعطتنا أبعاد أخرى للحاث للرجل الذي باع ظهره كيف حكيت على إشكالية اللاجئين السوريين وعملية أنه وشم الفيزا على ظهره على تفاصيل حبت تبعث ريسيلها وكيدت قيلة وقتها بعد معنى مش بعد بعدت على الواقع التونسي عملت فيلم انترنسيونال وهو ما معنى عفر نقاش رجعت بأولاد ألفا أو بنات ألفا الفيديو ألفا الفيلم واضح يحكي خذها قصة واقعية صارت في تونس أما رأي خلطت على ليبيا مش هات ليبيا خلطت على بناتا بشتلوج عليهم وتجيبهم من عند الجماعات المضطرفة وترجع بهم التونس الرحلة ذيك بشتعكس هالك في فيلم هذه الميزة اللي معنىش في تونس قبل قبل مكننش ناخذ واحدة ثبقية كنا نحاول كما في الحلفوين اللي هي دخلت انه في الحلفوين اتخذنا في تكنيك جديد وقتها انه نمشاول للواقع المعاش معاش نعمل عملية اسقاط أو تصور كما صار في سينما التونسي مع كوثر بزدنا قدمنا خطوطين مع جيل كوثر انشاء اللي مشاو معها بعد السينما تصبح تونسية قايمة على والصوص باضحة كما وكنا نحكي وفي قبيلك في الكوليس كما فيلم محمد علي نهدي انا نعتبره من ابرز الافلام في الفترة الاخيرة في المعز واللي حكي على عملية باردو على العمل الاريابية بتاع باردو طبعا رومانسي معنى اخلاق تاريخ البرسنج وفا ما حاتشو هاكا عقشان وضمار حبيت فاقات نذكر للي تابعو الصينما شكو اللي فما في المعز في المعز سنة موشتفى دليل اللي فايمور ده اكي كوريسمك اللي هو المخرج الفنلاندي الشهير الستيرويد سيتي ويس اندرسون من أبرز المخرجين الهوليوديين لسولي دو لابنير ناني موريتي المخرج الإيطالي الشهير اللي زيغ بسيش دو نوري بليك سيلان وذي من المخرج المخرج التركي المعروف رابيتو ماركو بلوكيو المخرج الإنجليزي الشهير المخرج الألماني الشهير مسابقة من أعلى تراس في كان سنة نحب نزيد حبيجة بارك ونقول ماذا يتلعب فيه ذول البطولة هند صبري هند صبري اللي هي من سيدات السينما العربية أو إذا كان مش سيدة السينما التونسية معناها حضورها بدون منازل حضورها المتميز وحضورها المتميز وأكتف إن شاء الله تكون هي عندها إسهام اللي يخلي الشريطة ذا يزيدي يطلع وربما يدخل في كورسة جديدة أما نحب زيادة نعم لفت نظر صغير بالكل أنا من آخر الأفلام اللي شفتهم فيلم الكبير ريضال باهي الشاب اللي هو من أحسن الأفلام أحقيقة اللي شفتهم فيلم خفيف وفي نفس الوقت عميق ومزيان برشا وفيه بوكو بوكو دمير إن شاء الله تسنيني الفرصة باش نشوف الفيل لماذا إن شاء الله سينما تونسية من مفاخر البلاد ومفاخر العمل الثقافي حتى فيه أوقات صعيبة على تونس فيه أوقات صعيبة على تونس وفيه أوقات صعيبة هو تنوى محترفين وفيه فترة صعبة على التوزيع في تونس لأنه نحب نذكر وأنه منذ أسابيع تم إغلاق إغلاق مش قرار من الدولة لكن لأسباب تجارية ولأسباب مالية لقاعتين في تونس قاعت كوميل تونس كبرى عنهم رمزية كبيرة قاعة المنار وقاعة سيني جميل فما أزمة كبيرة فما كارثة على مستوى التوزيع اليوم عدد القاعات في تونس أقل من عدد الولايات معناها وخرنا في ظرف تقريبا 60-70 سنة بلدنا كانت فيها حسين كنورتهم للأربعينات كانت ما بين تسعين ومئة قاعة تقريبا قاعدين نخسروا في قاعة سينيما كل سنة طبعا المحامل اللي يعني عليهم مش محامل محامل حاجة ولكن ولكن أنا أتبرو أنه في السينما كان على الدولة ممكن أن تتدخل أكثر صحيحا وأنه فيما سوق أما علش لي في ميدان السينما لأنه السينما مهم يلم الناس كذلك وعنا فيه ماضي كما فما في كل ولاية فما مصرح منتع الدولة علش ما تكونش في كل ولاية خاصة كنخرجوا من تونس قاعة سينيما لكل 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 ولاية وحتى في تونس العاصمة العدد دقيل وبرغم من هذين الأفلام يخرجوا يعملوا مداخيل أخيرا في المعبد الحميد بوشناق أعمل يعني مداخيل محترما عموما لكن تعرف في ذرف 35 عدد القاعات اللي تسكروا في تونس إيه لا لا القاعات قاعد ينقصوا ولكن جي سي سي كل عام أما جي سي القاعات تبدأ مليانة والناس تبدأ بالصف وتتفت على التذكر الأزمة متاع سينما أفلام مهين ولكن القاعات سينما العدد متاعهم اللي قاعات يقل هو مؤشر خاي بالحقيقة بالضبط خاصة تبدأ قاعات في الأحياء خاطر لإستالدو كارتير ومؤمن برش بالضبط وللتذكير حسين حابت تقول حاجة عن توزيعة لا يتعلق بالتوزيعة المثال سينما سوق ودولة ما تدخلش غالطي مراد السينما سوق لكن الدولة عندها سياسات عمومية مش بالضرورة تحط إيدها في جيبه وتمد تعمل سياسات عمومية تخلي هذه السناعة تزدهر التونسي حب السينما وكاشر الدكتور عرفتها مهرجان قرطاج سينما أيام قرطاج سينما أي رأي العباد بالصف العباد على الأرض ورأي العباد مش وكازيونال معناها بخلاف أنه علاقتها جيدة بهرجان قرطاج عرفتها بأيام قرطاج هي علاقة حب تونسي للسينما التونسي يحب السينما السينما التونسي رأيت ابنات بالهوات معاناش سينما محترفة تأست تأست بالهوات بالمحبة اللي كانت عند في نوادي السينما بعد تشكل الأكاديمينا تم التشكيل هذي نحن ما راكمناش عليه هذي كذلك ما راكمناش عليه رأي إشكالية الكبرى اللي في البلاد هذه أنه على المستوى أفرادها عندك الامتياز تلقى متميزين لكن المتميزين ما غير دعم من الدولة وسياسات عمومية ما غير دعم من المجتمع مع التوضيح حسين بش نكونوا عادلين مع الدولة الميكانيزم تعانة الدولة للأفلام في تونس هو ميكانيزم ماشي على العموم الناجح يعني أفلامنا تتمتعوا بتمويل معنى الدعم للصندوق الدعم مش بطال يعني فمش برشة بلدين عند هالميكانيزم الألية مو بش نعطيولي كل ذلك وهذاك خلقنا جماعة البرشلونة ما اسمحناش بنا نخليها وتتشبب رو أنك تدعم مش بضرورة تحط يدك يجيبك وتخرج من مكتوبك فلوس أنا بفكرة الدعم تتجاوز ما هو مادي أليت الدعم للسينما التونسية عبر طريق تمويلات من وزارة الثقافة وميزانية الدعم جيدة ولكن مش هذيك المطلوب منك لأنه في الأخر انتج عليه لاجم ترجع الكتابات عادة في السينما أثر على السينما التونسية من حيث وجودته في فترة التسعينات خاصة جودة السينما التونسية وكل شعالي كان فيها تراجع لأنه المخرج عمل أوتو سنسور نفسه بشيخوك الفلايسات لكن الانتاج رو ما قصش ما قصش الانتاج لا لا قطلك النوعية رو خرجنا في فلاي معناها في الفترة التسعينات كان كنت تجبد على مئة أحسن مئة فيلم في العالم العربي تحكي على باب الحديث يوسف شهين تحكي رسال سجنة رجعت بنا بعد دعم رجعنا شوية اليوم المطلوب من الدولة التونسية من المجتمع من رجال العمالهم غيره إذا كانكم تحبوا تمشيوا تفرجوا في شريط وثائقي ممتاز جدا ويشيخكم ويفرحكم في برشة حنين للماضي بروا تفرجوا في من بقية شريط ياسين رديسي اسمه حقيقة شريط وثائقي يحكي على خمسينات ستينة سبعينات عبر الشخصية ينتمي ليهو التونس لكن يحكي لنا على تونس كيفاش كنت قبل حبينا وأنا فرحان ياسر أنه اليوم بدينا المتنان بتاعنا بالحديث على السينما التونسية الأخبار ونرجو بعد قليل على إيه فهم أحلى غاديو سبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة وكنت أحلى انتلاق اليوم أنا فرحان ياسر أنه اليوم ما حكيناش في السياسة بش بدينا حكينا على السينما وعلى نجاحات كوثر بنهنية والفرحة الكبيرة بنسبة لكل تونسيين أنه فيلمو هجي لفي دولفا أو لدولفا أو بنت أولفا بش يكون في المسابقة رسمية اللي مهرجين كان من ستاش الـ 27 فرحانا نبدو بالسينما مثالش ما مقدروا جي ما نحكيو في السياسة هكا ولا بالعكس بالعكس نحنين نبدو بالسينما ما بها جاتا نفشول السياسة لحن جايينها جايينها ويبقى السؤال طو راجح زنغير حطك في الزابينغ ولا زعم حسات أكيد دكتور من برح مش موجود عنك ما حطنيش دكتور ما يغلطش دكتور ما عندوش زلعات كيفما يقول راجح زنغير زابينغ أهلا شباب أسباحكم بالخير الناس الكل هذا زابينغ كما كل يوم نختارو لكم فيه أذخم ما فما زلعات البداية تكون مع أي ناس اللي كان ذيفها في ليالي سي حسين الدوس وما صدق تشبد موضوع الانترينمان وتسايب السايد آه لازم من الأربعة للخمسة نميرس ورياضة متيانة ونحل كل مريولتا وتشوف الجورة لا ولا لا صار خليه كاك يا بابا خليه كاك باش يولي بوزي في استوديو وفي الأخر يا جمعة الصباح فهمتوا جمعة الليل فاش قاعدين يعملوا ماهو خويا مراد الزغيدي أول مرة ما نبديش بيك في الزابينغ أيا مبروك عليك المرتبة الثانية ياسي مراد لانجليزي تبديل اللغات فيه راحة أما مشكاية انك زربت شوية في البرتي هذي فيسبوك فيسبوك في زكا أونجلي خطلي أخوي مكشنيوي تختفيه من الزابينغ أخوي يرتاح شوي أما لاحظنا اليوم دخول مدام ليلى في التوب ثري وسبب بدخولها البوزة يعني أنا قبل بيامات كيس بوزة طيبة بالماء يعني خطرينها يعني مرأة ونطيب نعرف نطيب يعني بالقديل ولا بالماء طيبة بس بعتاشن دينار هبتها عقد السراحة هذيش سبعتاشن دينار فجأتني باعة بالماء بالماء طيبة ذي يعني أنا لو كان جيت بالحليب وهكا ومشخشها ومحتوت لحليب نستلي وهذا نعديها شوية وخول يعني تصرف عليها ماء والله طيبة بالماء معلومة الكافة سالونيت اللاك اللي جي مادام ليلى حكت لحليب كبها الكل على كاس البوزة هكشفت زميلكم شوية وتشمع له المحل أي مادام شنوه آخر قلنا لو زيدك وحنا داخلين زيدك مش نتعديو قلنا ما تتعديوش عليش قال لي زافريكان الدور لا هكا الافريقي يعني مش حتى تونسي وها دا يعود دا يعودش بلتلك فحكيلة الكل هزيدة هابتة البوزة قدس اللطفة عليها قالي نتسبو لهنا لحقيق نتسبو الافريقي رجعت ومنك ينشا صارك الموضوع لحقيقها مادام ليت أي سيدي نتعديو الزميلنا سامي بن نور كان جيه خبر مهوش مشكولكم يلفو كما قال محمد آي الفشيش القبض على ستيني بتهمة ترويج المخدرة ستيني ها هو رف بلي ستيني يعني ممثل لا لا ستيني يا ستيني وندري يا والله حال قال له ستيني يا سامي شبيك يا سامي شبيباب أي نخت موكي العادة بسي حسن بن عثمان اللي ما صدق الربي جيت الباس قدام خالد التويتي وهبط له بتاكل في جريجمه لا أغزله صوته انت واحد يعني مغرم صباب أنتي تفهم يعني عشق في آخر حياتك مش في آخر حياتك يعني انت من عشعات يا رسول الله بصريح العبارة قال لوراك بريسك بريسك في التيريميونيوس ما عاد ما مزل أي يا أخوي على هاتي الموجات الإيجابية نخت موزا بينج اليوم ونقول لكم بو ويكاد الناس الكل تشاو تشاو أحلى غديو حد شي ما يفلت علي شكرا لك راجح زنجير والله ستيني عجبتني متاع سامي بن نور ستيني خاله ستيني مش دونية مش دونية الحكاية السيام يعمل السيام يعمل لو حسن بن عثمين قالوا انتي في أخر حياتك قالوا مغرب صبابة عرفت مغرب صبابة هزو هاكا مهدو مغرب صبابة والله العظيم والله العظيم يا حسن يا بن عثمين ربي أديك بقول لما الحال حسن مستحيل يسمعنا توا سبعة سبعة ثلاثين دقيقة وفي سير ليه ما يفيقش فيما بالك في شهر رمضان السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة خلينا نرجع لأهم ما حصل البارح وأهم ما حصل هو استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس الحكومة نجلة بودن والبلاغ متاع رئيسة الجمهورية أكد مرة أخرى طبعا بالعبارات وبالمفردات المعهودة لرئيسة الجمهورية أنه هناك موضوع مهم هو في الواقع الرئيس ما حدش تصبوا عليه صدفة وحتى قبله فما شكون تحدث عليه مشاريع عندها تمويلات ولا تصل إلى حد التنفيذ هذا يا حسن العيادي تحدث عليه رئيس الجمهورية تقريبا من بداية عهدته ستة سبعة شهر بعد بداية عهده حد تصبوا عليه نغزره للكاس المليان هو أنه فما وعي على مستوى رئيسة الجمهورية بهذه المسلة ولا نغزره للكاس اشتر فارغ نقوله ثلاثة سنين واش الرئيس موجود عام ونص عنده كل صلات وديما نقعده في نفس الكاس بشطر المليان والفر نحطوه على جنب يجي نشوفه الكاس عرفت موش كاس يجي نشوفه الوضع الملف التونسي خاطر اللي بيش تشوفها مديمة ثغرات وكل حد بيش يتاكي على حاجة المشاريع اللي نتحدثوا عليه نهاي بالضبط لم يحدد الرئيس هي المشاريع لأن العقل التونسي للأسف شديد بعد الثورة تخل فيه استيريا جماعي وفلوس ونحكيو على الفلوس ونقهب وغيره ممكن نحكيو على المشاريع ما نشفهمينها المشاريع إذا لم تنفذ رأي الدولة ما نفذتهاش يعني ما صرفتش الفلوس بشناتلي ما علي يفهم ما صرفتش الفلوس علش ما صرفتش الفلوس لأن عد عدة اشكاليات لتنزيل هذه مش تعطيقة فيما يتعلق مثلا بقى انترت بنزرت ما حكينا على التمويل حط التمويل توجد المكتب دراسات كامل خدمت وغي كله قال لي صار هو اشكاليات عقارية الدولة ما تحركتش مش تفض رفض اشكاليات انك عندك ما صار عرضك عندك خطوط تمويل وعندك دي فان لتمويل مشاريع عمومية ما نموال تاج مش خطر فيما مش كون حط لك عصاة في العجلة خطر الدولة التنصية حطت عصاتها في عجلتها وحدها وحدها لأنه لدارة ما خدمتش الاشكاليات القانونية في النص واشكاليات القانونية والعقارية نحب ونغزروا ديما إلى وجود مؤامرة واستهداف لين مثال شلمرة هذي خليني نكون ممكن معا رئيس الجمهورية أنا معاه لا لا معاه في حاجة أنا معاه فيه حل المشاكل لا يعني نجم وقوله حسين وتونس مع بعض رفيق في المسلة هذي وأنه فما في وسط الدولة أنا لا يتحدث لهو لا يتحدث عن فساد فساد بمعنى مش قاعدة تستغنق هاتفلوس هذيك قاعدة ريقدة غاديك لكنها فساد إذا كان التعطيلات هذي بعدة أسباب أسباب عقرية وحتى غير أسباب عقرية في المسل دراسات وكل هل أنا فما أسباب سياسية اليوم فما إدارة تخدم ضد رئيس الجمهورية تخدم ضد مصلحة لماذا مش إدارة تخدم ضد رئيس الجمهورية وهذا جزء الجزء اللي مش حابين يستوعبوها الناس أو الفتاحات النهضة كي جات تسوقته أنه هناك دولة عميقة تشتغل ضدي وقت عندك أليات سياق بيش تسوق يجبك تخدم البسكليات يجبك توقف المطور يجبك الدمارية الكربة تحط مفتاح وتخدم إذا أنت ما عملش أليات هذي الكل وتحب تسوق ما تجل جمش مش قول اللي صاير هو الهن أنه الإدارة عندها قواعدة وعندها قوانينها منظمة عملها أنت سجيل في ديسكور رئيس وفي عادة خطابات سابقة أنه عمالين إعادة أو تجاوز هذا القانون ما تنجمش أنت بدل القانون للإدارة تبك مثال رفيق بوشدري نعرف أنت والمنطقة ذيك أو أنت تخدم في قطاع الصحة المسألة حسيسة بالنسبة لك ولت عندها رمزية هي مسألة المدينة الصحية ومزوز مشاريع في القروين ولت عندها رمزية بالنسبة لتوين سيكفيش المشروع تمويله موجود تقريبا منذ ثمانية سنوات معناه تعديو ترى قطيش نحكوم منعكمة الحبيب السيد والشيد والفقفاخ وهذه الكل معناها عنا إدارة إلى هاته الدرجة عاجزة على أن تلقى الحلول لنفسها لتنفيذ مشاريع فلوسها موجودة ومخرج نشمل بوطقة هذه إيه أنت سؤالك شو ما الأسباب الكونستاء معناها اللي اللحظوه كانوا ثم المشاريع الكبيرة والصغيرة معطلة ربما أسبابهم مختلفة بالنسبة للمشاريع الكبيرة وانت حسين ذكر القندرة منزرد فما بورتن في ذا فما خاصة المستشفى الملك سلمان في القروة هذك هو ثم المدينة الصحية وفما مستشفى زوز معطلة زوز بأسباب المختلفة بقى مش موضوعنا بنسبة إيه بنسبة للمستشفى متاع ملك سلمان المنطقة عندها حاجة ملحة ليه والخط التمويلي متاعه موجود منذ سنوات منذ القمة اللي صارت في تونس متاع الاستثماء والتمويل سعودي هتكباله ولكن أعليش لأنه ثم بطء في إجرائي وفما مشاكل عقارية وفما بطء إجرائي وفما دراسيات خذت برشا وقت ولكن أنا نزيد على ذا كونه فما أول باب يناسبليتي بوليتيك وفما عدم استقرار سياسي في البلاد ها وزير تخلى ها وزير خرج هاي حكومة دخلت هاي حكومة خرج وذي واقعة بعد 25 الشعار الكبير متاع البلاد والبوسلة الكبيرة متاع البلاد هاي شي ما يخفى على أحد كانت ومازال تلتوى سياسية المشاكل الاقتصادية متحلتش هذي حاجة وثالث حاجة هي الخطوط متاع التمويل اللي احنا المالية العمومية نعرفوا الحالة متاعها كيف نيه وغير قادرة وحدها ما المستحيل باش وحدها تمول هالمشاريع الكبيرة اللي البلاد في حاجة لها لأنها تخلق الثروة ولكن على مستوى المشاريع الجهوية اللي فيها بطء في الإنجاز منذ السنوات رهو منذ حكومات المتعاقبة من عام 2000 وحداش وصناش هذي تطرح حكاية تطرح الكفائمة عن المشرفين الجهويين المشرفين على الجهات هذا معناها ما ينزمنش ننسوه ولكن تطرح لدى مشكلة اللي منحكيش عليها برجة في دونس هي مشكلة الصفقات العمومية اللي هي فيها تعقيدات كبيرة تعرفوا اللي الدولة مسالة في برجة فلوس مع المقاولين وإذا كان أنت مسالة مع المقاولين المقاولين أنت تعمل بلدوفر ما عاش يجيوك هذا أمر معناها مهم ولا بد من مركزية الدولة في تونس رهي خنقة التنمية الجهوية سامحني يا رفيق بجريت نجيك أنت من جهة تقول فما انعيدين متاع كفاءة في الجهات معناها معنا نيش نيش في الجهات قادرة بشتاقوا قرارات وقتها يولي من المعقول وأن القرار يتخذ في العاصمة نجموا نصلحوا من الشيرتين نجموا نحطوا أعباد أكفاء وعباد عندهم معناها براغماتية القرار وناس ماشية تعرف شنين المشاكل متاع الجهة مالكدير مش يجيوه لي معناها ذي روهم منذ منذ مع العالم روديت كلامت على قانون الصفقات رو قانون الصفقات تبدل تم تنقيح قانون الصفقات للتسريع بمجموعة المشاكل نحب نعود نذكر نحن نسمع فينا راو الرئيس الموري مش قاعد يحكي على فسي يحكي على فلوس محتوطة ممسا حد وهو القانون يقول أنه وقت انت مثلا عندك مشروع كل عام إذا كانت ضيعوا في العام شي عليك الفاقض في الميزاني اللي يحكيوا عليه فاقض في الميزاني اللي هو فاقض يسمى فيرتويل معنا ما عندوش فاقض في الميزاني راو الرئيس طال حوالي جوخرين مهمين كان نجمو نرجعولهم خلينا نرجعولهم خلينا نرجعولهم بعد بعد لمفوترا فيك عنا متى ووم بعد جيهان وقت شو تعطينا المتى وو متى وو ثمانية بش نخدو حتى الثمانية بش نعرف وش نلبسو لا نعرف لا 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 لنطلب الإدارة إدارة يفام وانو طولي عنا متى وو من قبل جيهان بخطر نس السبعة يخروا يسمو حسين العادي يسمو حسين العادي لقد قمنا بسبعة متى وقبل ما انتجيه بسي دكور دا ما بين سبعة وثمانية اترا هاي برا لنفوترا فيك شالفة شالفة لكاربوران بريميوم يلي عطي الموتور كالهبتك أكسر ناجي عفاعله شالفة 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 جميعا وانو تسمعو فينا تحيال اسمعو فينا من خارج وفما ناس مهمين ويتابعو بتدقيق كبير الكلام اللي نقوله فيه اسيا حسين ومن حبش نعطي اسمه لكن من الكفاءات تونسية الكبيرة اللي تلاعب مسؤوليات يقول لي المشاريع العمومية تتأخر لأن الاجراءات متاع الانتزاع الملكية طويلة ياسر لأنه ما فماش دي سوي في معناها متاع البروجي معنا يتحط مشروعهم بعد يمشي على روحه ولأن الاتخاذ القرار حتى وقت الادارة هي اللي تتبع فيه يكون بطيء جدا لأن كذلك نقوله لأن الموظفين خايفين من تتبعات وأحسن مثال راوسي رفيق التوينس الكل التلفزة الوطنية لأن سرغ تلاف على مسلسل اتفاق على عشرين ولا أربع عشرين حلقة المسؤولة على التلفزة الوطنية والمسؤولين معاقل يفك علي نمشي نمحط في دوسي فساة المسؤولين برغم من الحديث عليها ما حلنا هاش حسين حب نذكر كما قال قبلك رفيق روفام ما شريع ما فيهاش فساة فلوس ما تصرفتش مشت على روح فلوس ما تصرفتش وفام نحكي وعلي ما يتعلق بالإدارة فلوس ما تصرفتش قولك عمناول في قاعدنا مع البنك بعطي برنا صحفين قاعدنا مع المدير البنك التاني الأوروبي أنه في خط في خط تمويل خاص البنك لتونس بقيمة زوز مليار دينار تونس نحكي معنا برش فلوس برش روح مش زوز مليارات اللي نحكي عليهم اللي مليمات فما واحد ما تصرفش نصهم لم يصرف بسبب مليار دينار ما تصرفش بسبب إشكالية عقارية الفون موجود يقول لك فلوس ودكتورنا إلى أن الاستقرار سياسي هذه ماكبر مشاكل تونس الحكومة لجي أبسخ وعود ملوله جديد الوزير لجي أبسخ وعود ملوله جديد مع ناشي استمرارية الدولة ومشاريح لو أنا رأوا الكلمة هذه رفيق ويسي حسين فيها وعلي يوسف شهد قعد ثلاثين ونصف الحكم تغير وزارات وصار وعشرية وحبسها وغير ما ناشي في تغيير حكومي كل ستشور ما ناشي في تغيير ذاك يقول حكي لك على أنه العقل في فاش صاير أنه مشاريع معناه رأيت خدمة ما يتعلق بتونس وحاليا ناجلا بودان تقول لدي أنت عندها واحد لما مسألة سياسية فرضت نفسها معاش رهاجسنا الاقتصادي وقتاش ناجه الاقتصادي في الخطابات القانون نحن مشينا في المغالاة في القوانين بمنطق الادي خفنا من النظام الرئاسي مشينا نظام مجالسي وقفلنا على التداعيات بتاعه خفنا أنه الفساد في الإدارة يتغلغل ويكلنا الكل أغلقنا الإدارة وغلقنا هامش الحركة عند الإدارة هامش التصرف من خارج صندوق أنه يلقى لك الإدارة يلقى لك الحل غلقنا لك ليس ما تحسب اليوم وإذا تحب تصلح تحب مشكلة المشاريع الكبرى زاد حل مشكلة أنك تصرف فلوس المقاولين اللي حبسين عندك مشاريع معطلة بدأت تشغالها وحبس تعليش لأن الدولة ما صرفتش لقصات إذا أنت ما صرف لقصات السيد ديفلس وهي فرصة بش نحكي وقال نعطيك شدت وناس معناها عائلات دمرت لأن الدولة غربة عامين وثلاثة روتار مش رح نحكي على شهرين وثلاثة نحكي على عامين وثلاثة ناس موجودة اليوم في وضعية قانونية واقتصادية كارثية رفيق مجراء الرئيس ما حكيش كان على هذا الرئيس ما حكيش كان على هذا خطر في البيان اللي خرج في الصفحة متعرية الجمهورية صحيح المواطنين هماش أرقام يعني المواطنين هما ناس عندهم حجيات وعندهم طموح وعندهم أحلام لبلادهم وفوق بلادهم ولكن زادة عندهم حقوق وحقوق المواطنين هي منظومة متكاملة ولكن مفتوحة قابلة للتطور في منظومة حقوق الإنسان لكن الاقتصاد والتنمية والنمو راهي أرقام ودراسيو اللي هما يأشروا لمستوى الاقتصاد الحاجة الثانية اللي يحكي عليها البيان هي رئيس طرق لموضوع السلمة الأهلية هذه ذلي نقطة مهمة يمكن أكيد برشا مش ترجعوها بالتحليل السلمة الأهلية هي أساس متع التعايش المشترك والسلمي في كل المجتمعات ولكن السلمة الأهلية تطلب حاجة بزيق معناه اللي هي فك كل أسباب التوتر داخل المجتمع وفي كل أسباب الأزمات داخل المجتمع والبحث لحلهم والبحث ما نجم يكون ناجع وجدي لحقيقة إلا ما يكون جماعي هذا كعليش السلمة الأهلية ولا السلمة الأهلي من شروطها ربما لولنين هو السماع والاستماع الدكتور الرئيس مش في الجانب ذاك اللي تشارك السلام فيما يتعلق بالإشارتين اللي أشار لهم الدكتور هو أنه الرئيس يتحدث عن اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه الإصلاحات لا تمس بالسلم الأهلي بما معناها الإصلاحات لا تشلق من التوتر والاجتماعي بالنسبة الرئيس ما يهدد السلم الأهلي هو حاجة وحيدة هو أما المتأمرين هذاك علاش يتحدث على السيادة فيما يتعلق بإصلاحاتنا على أن مناجر الذوات البشرية ماشي أرقام هي ذوات حرة وبحلامة في كله في إطار الحديث على فمي في إطار الاتفاقنا مع الفمي وبالأساس في إطار الإصلاحات اللي نحن مطالبين به طول نحن نحكيو عليها في الجوزفين نحن نحكيو 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 أما التصور قاعدين نحكيو على معالجتها بمستوى الخطاب السياسي وبالنصوص القانونية هذه المشكلة بتاع تونس عرفتها من 2011 أنه العقل القانوني والسياسي فيما يتعلق بالشعرات والخطابة هيمن على مجلات الفعل العملية اليوم كتحب تحكي على ذوات بشرية الذوات البشرية هاسد عنا اليوم ذات بشرية عليها رحمة الله ماتت نزار عساون ترحموا عليه وعرفتها إن شاء الله ربي صبرها هل هذه ذات بشرية ونحكيوا عليها بعد شوية خصوصا لأنه حصلت البارح كانت ليلة سخنة في حفوز بالتدقيق للتوضيح فقط معنا نحبش ندخل في أنه الدولة زادة مسؤولة على كل شيء يعني هو يبقى هو يبقى الانتحار يعني خيار فردي خيار فردي طبعا لي صارت مصيبة تخلينا لكل نجم ونتسألوا لكن أنا بصراحة لا أعتبر أن النجم تكون الدولة يعني مسؤولة على كل شيء كل شيء كل شيء نعتبرها هي فاشلة لهذه الدرجة خلينا نمشي ومزال عنا ربعة دقائق يقضوني الموضوع طبو نتناولوه بوتاتر خير شوية بعد ثمانية تحبوش نمشي لصورة اليوم إذا كاني حاضرة خلينا نمشي ولها كان صورة اليوم حاضرة نمشي وننسبع صورة اليوم صورة اليوم يقولولي ما هيش حاضرة نحطرناها صورة اليوم نحكيو عليها بعد شوية ديما ما هيش حاضرة صورة اليوم في الجزء الثاني بعد ثمانية نرجعو نحكيو على تصريح مهم تصريح رئيس الديبلوماسية الإيطالية أنتونيو تاياني وزير الخارجية اللي قابل البارح إذن السيد نبيل عمار وزير الخارجية التونسي في زيارة منتظرة والحق يقال وإيطالي اعطتها بعد كبير وكار كبير وتنولتها وسائل العليم وعتبرها معناها حدث سياسي حتى البارح في التعامل متاع وسائل العليم نجموحة نشوف الباج متاع الراي اللي حطت الاخبار هذية لو ليني واضح وأنه بالنسبة لأنتونيو تايانيو وبنسبة الحكومة ميلوني التعامل مع تونس حول الفكرة هذية اللي يحكيوا عليها واللي ما نلقاوها إلا من الجانب الإيطالي على المستوى الاتصالي فكرتوا أنه شدوا انتوما أو خليوا عندكم أو استرجعوا مهاجر غير شرعي نعطيوكم احنا ديفيزا متاع ناس تمشي تخدم بكنتراتويت فيتاليا البارح أنتونيو تاياني وكان أهم كلمة في كلام قال سنصلوا إلى اتفاق ما بين تونس ويتاليا أنه أربع آلاف شخص يجيوا متكونين معناها كفاءات في عدة ميادين بش يجيوا كمهاجرين بأوراقهم ينجموا يعيشوا في إيطاليا هذا هذا التمشي متى حكومة جورجا ميلوني مع رئيس الديبلوماسية هو ألتونيو تاياني تونس حسين ورفيق ما جبت التول للمسؤول الكلم التوجه التونس محكتش عليها ولكن في سياسة تونس منذ قدام عندها سياسة الوكالة تعالون الفانية والكتاء تأخذ الكتاء مع فرنسا مع ألمانيا وقتها ومع إيطاليا حتى مع إيطاليا كان لدينا نوع من الحصة من السوق الشغل الإيطالية نبعثولها أولادنا اليوم في إطار السياسة الإيطالية للحد من الهجرة أو الحد من مخاطر الهجرة غير النظامية للجاه من سوح شمال أفريقيا قاعدة تلوج على سياسات فما جانب لا من مشات فيه فما جانب إعادة توطين لمهاجرين غير النظامين وفتح مشاريع وتمويل مشاريع خاصة بهم ليشققوا في بلدانهم فما جانب الأخر هو فتح مجالات أو توسيع قاعدة عربتها عملية الانتداب أو الحصص للدول النامية لمهاجرين دول النامية بيش يكونوا في أوراق نظامية في مهن معين تونس أول بلاد تونس أول بلاد خصوصا حسين أنت ونرجع نحكي من بعد لأن الأعراف في إيطاليا وأصحاب المؤسسات هذين المفارقة يطالبوا بالهجرة يعني يقول خليلي بتوين سيجيوا يخدموا لإيطاليا خليهم يدخلوا شوف السوق العمل الإيطالي تحتاج مئات الألف من العمل اليد العمل مش المهر ما نحكيوش على الكاليفية حتى الكاليفية هذيك ما نحكيوش لأنه هذيك مطلوبين بارتو فرنسا طالب ألمانيا طالب الناس كل تطلب وميش داخلين فاكل لنظ ما ذيك قال الأخر ما تعلقش نرجع نحكيو بعض الأخبار بعض المتو نواصل نحكيو على اللقاء مبينا أنتونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي ونبيل عمار وزير الخارجية التونسي يقعدوا معانا ثمانية بالضبط عليه اشتركوا في القناة